خارجونا من غربة الوطن إلى غربة عن الوطن فروا من واقع الظلم والفقر وضياع الحاضر والمستقبل ومثل هؤلاء الكثير من العراقيين في قوافل متتابعة منذ الغزو الأمريكي لبلادهم عام 2003 وحتى هذه اللحظة نقيض هذا المشهد هو مشهد خيالي تروج له المنصات الإعلامية التابعة لحكومة الإطار التنسيقي ويتحدث عن عودة خمسة ملايين مهاجر عراقي من الخارج إلى وطنهم بعد حزمة الإصلاحات التي قام بها السوداني وقلبت العراق رأسا على عقب فلم تبقى ميليشيات تجوب الشوارع ولا أبنية مدمرة والكهرباء لا تنقطع ومياه الشرب تتدفق والتعليم في أرفع مستوياته أما المستشفيات فيقصدها المرضى من جميع أنحاء العالم لما فيها من أجهزة طبية متطورة ومستلزمات كثيرة وعلى هذه السياسة التي تعتمد تزيف الحقائق يواصل الإعلام الحكومي حديثه عن عودة اللاجئين العراقيين حتى وصلت أعداد العائدين إلى خمسة ملايين بينما ناشطون عراقيون يرون أن هذه الأخبار محط تندر وسخرية لا أكثر هذه الأخبار تذكر بحديث للقيادي بميليشي بدر قاسم الأعرج عن تفاؤله بعودة العراقيين في الخارج إلى بلدهم بينما في تلك الفترة أعلنت الحكومة الألمانية أن 224 ألف عراقي تقدموا بطلبات لجوء لديها الحكومة التي تتحدث عن ملايين العراقيين العائدين من الخارج إلى بلدهم في ظل حكم الإطار التنسيقي هي ذات الحكومة التي لم تستطع أن تقنع النازحين في الخيام بالعودة الطوعية إلى مناطقهم وللعاقل أن يتصور المشهد المتناقض اشتركوا في القناة